أحل نائب عام محكمة أمن الدولة المتهمين بقضية خلية إربد الإرهابية إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم وذلك وفقاً للأصول القانونية المزيد من التفاصيل في هذا التقرير تهم بالإرهاب استخدام أسلحة بطريقة غير مشروعة وتصنيع مواد مفرقعة والترويج لأفكار جماعة إرهابية أبرز التهم الموجهة للمتهمين ضمن ما أصبح يعرف بخلية إربد الإرهابية نائب عام محكمة أمن الدولة أحال المتهمين إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم وفقاً للأصول القانونية المتهمون في القضية 21 شخصاً أنهى مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق معهم ووجه لهم تهماً تتعلق بالإرهاب إضافة إلى تصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية والتدخل للقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان وحيازة أسلحة ودخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية التحقيق انتهى وبدأت فصول المحاكمة في القضية التي هزت الأردنيين وتركت أثراً كبيراً كان أبرزه زيادة الثقة في الأجهزة الأمنية التي حسمت الموضوع في ساعات مجنبة الأردن كارثة كان من الصعب التكهن بتبعاتها